الواحد كل ما بيشوف مثل هذه الأمور بيبقى فخور بيبقى سعيد أنه هو بينتمي وحتى لو بجزء بسيط جدا لهذا النادي خلاله بنروح لمباراة القمة الأهلي دائما على القمة وحسب بالفعل تتويجه بدرع الدوري واللقب 43 في تاريخه كالعادة نهاردة باستعدادات الفريق لمباراة الزمالك المباراة بكرة زي ما حضراتكم عارفين الساعة 8 ونص على استاد القاهرة الدولي أعتقد أن هذه المباراة ستكون فرصة عشان لعبتنا يقدموا 90 دقيقة من الامتاع للجماهير الجماهير اللي فرحانة بالدوري بالمناسبة ولكن إحنا كلاعبين وكجهاز فني وكجماهير وكمجلس إدارة طبعا هنلعب على الفوز هنلعب بكل قوة حتى لو المباراة دي ليس لها تأثير في المنافسة لأن ولا الأهلي حيتأثر ولا الزمالك حيتأثر بالمناسبة الأهلي خد الدوري الزمالك 3 أو 4 حيبقى يلعب في الكنفدرالية لكن في النهاية مباراة الأهلي والزمالك يعني بتبقى دايما مباراة من الكلاسيكيات في الدوري عايزين نلعب عايزين نكسب عايزين نحتفل إحنا كده كده بنحتفل بيني وبينكم أنا بصراحة يعني حفضل احتفل ما عنديش مشكلة وحفضل مبسوط وحفضل سعيد لأن الدوري طبعا مباراة الزمالك لها وضع خاص ومباراة الزمالك لها وضع خاص في قلوب كل الأهلوية وفي قلوب كل الزمالكوية بالمناسبة ولكن أنا في النهاية اللعبة دي كلهم كلهم يستحقوا الشكر كلهم عارفين أن هم بكرة الـ 70-80-90 مليون أهلاوي مستنيين هم يكسبوا اللي أنا بقوله لحضراتكم ده أنا يعني مقدره جدا وسامعه من اللعبين أو من معظم اللعيبة ممكن إحنا نبقى في حالة من الاحتفالات إحنا كجمهور يعني وبنفرح ومبسوطين وكل حاجة ولكن تصدقوني اللعبة دي آه مبسوطين وسعداء ولكن هتلاقون بكرة مركزين إن شاء الله بنسبة 100% لأنه هم عارفين كواس اللعبة دي عارفة كواس جدا أن مباراة الزمالك بالنسبة لكل الأهلوية بتختلف زي ما هي بتختلف بالنسبة لكل الزمالكوية فخلينا لو بصنا على الجدول مثلا الأهلي البطل هذا الموسم هو المتصدر برصيد 75 نقطة الزمالكوية في المركز الثالث 59 نقطة بسم الله من شاء الله الأهلي حتى هذه اللحظة حتى بداية المباراة أو حتى نهاية المباراة بكرة الأهلي بدون هزيمة يعني من بداية الدوري الأهلي فس في 23 مباراة وتعادل في 6 مباراة الزمالك فاز في 17 وتعادل في 8 مباراة وخسر 7 مباراة بالمناسبة كل اللي احنا عمالين نقوله ده عشان بس محدش يخدنا في السكة دي أنا لا أقلل أبدا أبدا من نادي الزمالك نادي الزمالك نادي كبير واسم كبير ولكن أنا بتكلم بالأرقام الأهلي حسم الدوري ولكن جماهيره بتنتظر استمرار الانتصارات والاحتفالات بالتأكيد جمهور الأهلي كله ينتظر مباراة بكرة أنا شخصيا عندي ثقة مش أنا لوحدي كلنا كجماهير الانتصارات الأهلي عندنا ثقة كبيرة جدا في إمكانيات لعبتنا وفي جهازنا الفني بقيادة مارسيل كولر باللغاية دلوقتي محدش عارف وإحنا بنتفرج كده على الجدوة خلي الجدوة يا سميل برضو الجدوة اللطيف حلو محدش عارف مارسيل كولر بيفكر إزاي كيف يفكر مارسيل كولر في هذه المباراة محدش عارف حيلعب بمين مين اللي حيلعب هل حيلعب الناس كلها مش حيلعب الناس كلها كلنا محترين كلنا مستنيين كلنا بننتظر هذا الأمر عموما خلينا نطلع نشوف هذا التقرير عن مواجهة المارد الأحمر والزمالك ضمن أكبر دربيات العالم